اشتركوا في القناة ومختلف المباني التي شهدت من الحجر الرملية الأحمر خلال هذه الفترة المدينة لقب المدينة الحمر وكتختلف الروايات في سفسير لإسم ديالها فالبعض يقول أن مراكش هي كلمة أمازيغية كتعني مر بسرعة والبعض الآخر يقول أن أمور نعكوش لكتعني بالأمازيغية أرض الله وقترنت مدينة مراكش باسم سبعة رجال حيث أصبحت أضريحاتهم تشكل معلمات تاريخية تتميز بها المدينة وسبعة رجال هم سبعة من الفقهاء والقضاة والمتصوفة تقع أضريحاتهم بمدينة مراكش هم يوسف بن علي صنهاجي القاضي عياد أبو القاسم السهلي أبو العباس السبتي محمد بن سليمان الجزولي سيدي عبد العزيز الدباع وسيدي عبد الله الغزواني والقاسم المشارك بين هؤلاء شخصيات هو زهدهم في الدنيا وجنوحهم للتصوف وسعيهم لأعمال الخير وحفظهم للقرآن ونشرهم للعلم وانكبابهم على التأليف في الحديث والفقه والسيرة واللغة ومن المعالم التاريخية للمدينة الحمراء أسوار مراكش اللي كيتقدر طول ديالها بتسعود ديال كيلومترات وكذلك كيتميز بأبوابها اللي هي باب أقناو وباب دقالة ومن المعالم ديالها كذلك مسجد الكتوبية وساحة جمع أفناء اللي كيجيوليها ملايين السياح من داخل المغرب والخارج واللي معروفة بالرواج ديالها وصنفاتها منظمة اليونيسكو ضمن التورات الشفاوي الإنساني وما زالت الصحة إلى اليوم مكان للفرجة والنقطة والموسيقيين ومدربية القرادة وبعث لأشاب ورواء الحكايات والأساطير اشتركوا في القناة